أنهت وزارة التربية والتعليم تجهيز قاعات امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي سيبدأ في مطلع شهر تموز المقبل ودعت الوزارة الطلبة التواجد عند القاعات قبل ساعتين من الامتحان لفحص درجة حرارة كل طالب قبل دخله للقاعة مبينة أن أي طالب تظهر عليه أعراض ارتفاع حرارة خلال تواجده في المدرسة سيقدم الامتحان في قاعة خاصة وفي حالة ظهور إصابات بكورونا في منطقة معينة سيتم توفير مدارس بديلة لتقديم الامتحان كما ستقوم الوزارة بالإشراف على تعقيم القاعات التي سيتواجد فيها الطلبة قبل وبعد موعد الامتحان مشددة على ضرورة الالتزام الطلبة بارتداء الكمامات والقفازات الطبية قبل الدخول إلى القاعات امتثالاً لإجراءات الوقاية والسلامة العامة